السلام عليكم درسنا اليوم في النشاط العلمي المستوى الثالث ابتدائي المرجع الواضح في النشاط العلمي الوحدة السادسة الأسبوع الثامن والعشرون الحصة الأولى تحت عنوان مماذا يتكون سطح الأرض هدفنا التعلمي أتعرف أن سطح الأرض يتكون من الماء واليابسة بنسب مختلفة والآن هيا بنا لنكتشف جميعا مضمون هذا الدرس انظروا إلى هذه الصورة ماذا تلاحظون فيها؟ ما هم المكونين الأساسيين فيها؟ نعم هناك أرض أو نقول يابسة هي التي تتشكل منها تضاريس المغرب والماء يحيط بها إذن هذا سيوجهنا لطرح التساؤل التالي ما هي النسبة الأكبر على سطح الكرة الأرضية؟ اليابسة أم الماء؟ للمزيد من المعرفة لاحظوا معي الصورتين التاليتين الصورة الأولى تمثل مجسم الأرض والصورة الثانية صورة الأرض لاحظوا جيدا صورة الأرض ما هو الجزء الأكبر؟ اليابسة أم الماء؟ نعم صحيح الماء أكبر من اليابسة على الكرة الأرضية من خلال بحوثات عامة وجدنا أن نسبة اليابسة هي 1 على 3 أي الثلث ونسبة المياه على سطح الأرض تمثل 2 على 3 أي الثلثين الآن سأقارن سطح الماء مع سطح اليابسة وأستنتج أملأ الفراغ بما يناسب اليابسة أكبر سطح الماء من سطحي على الكرة الأرضية مهلة التفكير؟ نعم سطح الماء أكبر من سطحي اليابسة على الكرة الأرضية لنمر الآن إلى الخلاصة أملأ الفراغات بما يناسب اليابسة الماء سطح يتكون الأرض من ومن الماء سطح أكبر من سطحي اليابسة بمرتين مهلة أخرى للتفكير جيد يتكون سطح الأرض من اليابسة ومن الماء سطح الماء أكبر من سطحي اليابسة بمرتين ممتاز ممتاز والآن لا بأس أن نقف جميعاً في فقرة أغني معجمي يابسة تار فارم سطح الأرض سور فاس دولاتار الكرة الأرضية غلوب تغاستر وأخيراً وأخيراً فقرة أستثمر إذا علمت أن نسبة اليابسة إذا أضيفت إلى نسبة المياه العدبة تساوي ألف جزء وأن نسبة اليابسة تمثل تسعمائة وخمسة وسبعون جزء فكم تمثل المياه العدبة على سطح الأرض؟ نعم مهلة للتفكير حسناً الآن سنقوم معاً بحل هذا السؤال لدينا ألف ناقص تسعمائة وخمسة وسبعون تساوي خمسة وعشرون إذا نسبة المياه العدبة تمثل خمسة وعشرون جزء من الألف أحسنتم أصدقائي والآن لم يبقى لي سوى أن أودعكم شكراً على انتباهكم وإلى اللقاء